السلام عليكم ازايكم اخبار كتيرة واخبار مهمة جدا والحقيقة الشأن الامريكي ده ملف مهم ماينفعش ان انت تخفله او ان انت تعديه غالص ولو انت فاكر ان اللي بيحصل برا امريكا زي مثلا في اوروبا معرضة للتفكك زي ما انت بتتكلم على حرب روسيا و اوكرانيا الصين بيحصل فيها ايه الشرق الاوسط بيحصل فيه ايه هتلاقي ان امريكا متدخلة معك في كل ده والشأن الامريكي شأن مهم واللي يساعدك ان انت تغطيه هو ان الاعلام الامريكي اعلام قوي جدا ويغطي كل حاجة تاريخ ايهان سكدت اليوم منزلي المقال على طول هتيجي تقول لي و ايه المشكلة على فكرة الشأن الامريكي ده ما يهمناش هو بعيد عندنا خالص ولا متدخل معنا ولا اي حاجة حيطي دي دولة زي اي دولة هرجع اقول لك ان فيه انتخابات تجديد نصف تصف والانتخابات تجديد نصف دي ممكن تصفر عن هزيمة اوكرانيا و فوز روسيا شفت دي او انهاء حرب روسيا و اوكرانيا بانتصار روسيا باعلان جير مباشر من امريكا ليه لان احراج بتتكلم من الحزب الجمهوري كان واضح جدا وقال لك احنا حنوقف الدعم الاوكراني لو دخلنا احنا شايفين ان احنا عوزين نخدم الناخبين بتاعنا اللي مدقيقين من المصاريف اللي امريكا بتصرفها 17 مليار و 600 مليون دولار تم صرفهم هيتاد عسكري فقط لاوكرانيا بس مش بقول لك تدريب مش بقول لك ده اللوجيستي ولا اي حاجة فانت عندك انتخابات ممكن تنيه حرب شفت ديه انتخابات شان داخلي بلاش انت تتكلم ان عندك الرئيس صادق دون ترامب لقوا في بيته وثائق سرية لحد قبل الحلقة دي حاجة كان عارف ايه هي الوثائق اللي هم لقوا بس النهار ده صحيفة اسمها واشنطن بوست بتفرد لك كوارث في الوثائق دي مع فكرة النهار ده طالع كلام قوي جدا بخصوص الوثائق دي انك تشوف فيها امور كبيرة صحيح عشان اكشف لك الملفات دي واكشف لك مين لحيكسف الانتخابات القادمة لازم احكي لك القصة من الاول قبل اخش في الموضوع قبل اقولك التفاصيل خليني اقولك ان احنا معنا راعي دمه خفيف قوي اسمه ايه اسمه تراند وتويتا قناة دمه خفيف قوي لو انت بتحب تتابع التراندز او تبقى على دراية يومية بان اللي بيحصل في السوشال ميديا عامة اا مصر بتتكلم عليه اكتر حاجة بيتكلم عليها المجتمع المصري حاليا بتلاقي صعوبة ان انت تتابع قصتها من بدايتها لنهايتها وتلاقي صعوبة في متابعة معلومات القصة والكلام ده كله حقيقة ان قناة على يوتيوب اسمها تراند وتويتا بيحكي لك بقى الكصص اللي بيتم تداولها في التراندز بتاعت السوشال ميديا ده بطريقة مبسطة وطريقة دمها خفيف قوي قناة ظريفة جدا برشحها لخضرتك اسمها تراند وتويتا على يوتيوب هسيب لك الرابط بتاعها اسفل الفيديو لو حابب تبص عليها خش في الموضوع اطول خش في الموضوع اطول ايه اللي بيحصل بالزبط هنبتدي من الرئيس الامريكي جو بايتن الرجل برينس اللي انا بحب اصبح عليه وامس عليه يعني على فكرة انا كل يوم اصح الصبح اول حاجة بدور عليها جو بايدن يعني لازم اخش كده وعد دور على جو بايدن وايه مقالات للناس اللي عام وقبل منام بعمل كده برضه بحبه حبيبي طب ايه اللي بيحصل حقيقة جو بايدن هيتم 80 سنة في 20 نوفمبر القادر وخلي بالك ده اول رئيس في تاريخ امريكا يتم 80 سنة داخل بيطلاب ايه رايك بقى في المعلومة دي معلومة قوية جدا اول رئيس في تاريخ امريكا يتم 80 سنة ليه كان فيه مقولة لايزنهاور في زمان هو رئيس امريكي اسمه ايزنهاور طلع قال يا جماعة اي رئيس امريكي يتخطى السبعين لازم يمشي ماينفعش يبقى رئيس داخل بيطلاب فاكتر حد قصر العرف ده هو جو بايدن لاني خلي بالك اصغر رئيس جيل امريكا هو جون كاندي عنده 43 سنة اكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية هو جو بايدن 80 سنة الفجر الراجل ده عاوز يترشح تاني حسن عاوز ايه يترشح تاني عاوز بدل ما يطلع ببيت لابيا ده هو عنده 82 سنة عاوز يطلع هو عنده 86 سنة فمجالة بوليتيكو افتقرت عيد ميلاد جو بايدن ويطلعك لا ده في حاجة غلط ليه بتقولك اصل الاعداد لعيد ميلاد الرئيس قولتكم بتقولك الواضح كده ان الاحتفالات داخل البيت لابيا ده هتكون في المكتوم شوية يعني العيد ميلاد ده مش في صالح الرئيس خالص ده هم عارفين ومتوقعين ان الصحفيين حيكونوا مهتمين جدا بالحدث ده حسن يشماتوا في جو بايدن يعني حتم تمانين سنة مثلا وهيحبوا يغطوا العيد ميلاد ده بس بيت لابيا ده عاوز يعمل حدث مش صاخب عاوز يعزم المقربين من جو بايدن ومش عاوز ان هو يعمل بهرجة وعيد ميلاد واحتفال لا 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 عاوزين الموضوع عدايق كده بينا وبين بعضينا عشان الموضوع ده مش في صالح الرئيس والحاجة دي او العيد ميلاد اللي عدايق ده يثبت لك حاجة مهمة جدا ان الرئيس الامريكي عاوز يثبت للشعب الامريكي ان السن مش مشكلة وعلى فكرة جو بايدن دخل بيت لابيا هو عنده 78 سنة دلوقتي حيتم 80 سنة بس مشكلة ان اخطاقه بيت كتير يعني الراجل مثلا كل ما يخطب لازم يلف في يمين ويسلم على حد هو مين ما تعرفش بس هو لازم يلف في يمين زي ما حركتشوف كده بزرط اكتر وصف عجبني في موضوع جو بايدن ده لما يضرب يمين هو الوصف بتاع سيرجي وزير الخارجية الروسي قال للامريكان يا جماعة ادام انتو شايفين الرئيس بتاعكم في مشكلة لما يخلص يضرب يمين حط حد يعني احط له حد عشان المنظر ما يبقاش وحش اوي كده حد يسلم عليه حد ياخد بييده انما مش كده وبعدين الراجل مش بيلف بس لا ده بيسلم على الهواء ده بيسلم على العفالية مش بس كده خليباك الاخطاء دي تثبت ان الراجل عنده مشكلة بوليتيكو بتقولك اكتر حاجة قال الشعب الامريكي هو عدم تركيز الرئيس وده اللي ثبت في اكتر من موقف بس الحاجة اللي رعب الامريكان هو ان الراجل ابتدى يستدعي اشخاص من الماضي زي مثلا في نائبة في الكونجرس الامريكي اسمها جاكي والونسكي هلس جاكي والونسكي الست دي عملت حدثة عربية ومات هلس جي بعد ديه جو بايدن بعد ديه بكم شهر بيقول في خطاب كده طالع يخطب ولا انا حيب اشكر كل الناس بما فيهم جاكي هي فين جاكي صحيح يا جاكي معانا ولا مش معانا يا الحدث ده او الموقف ده رعب الشعب هي عام الرئيس اللي بيستدعي اشخاص ميتين اصلا مش معانا اصلا يا جدعان جاكي ديه ميتها زي ما حرارك هتشوف كده بزرق بوليت جو عمالة تركز على صحة الرئيس لان كل الافعال دي قبل ما يتم التمانين طب لما يتم التمانين هنشوف ايه ايه المفاجات اللي بيحملها لينا هتيجي تقول لي على فكرة انت بتغطي الاحداث دي عشان انت بتحب الشوبة ده هقولك لا ما هو اصلا كل حاجة لها منطق انا جاي اكلمك على صحة الرئيس وسن الرئيس اللي صحبه بسيط جدا ان الرئيس ده وجهه للحزب بتاعه وهو حاليا المفروض وحسب المنطق هو اقوى حد في الحزب بتاعه صح؟ يعني رئيس الجمهورية ده المفروض البرنس بتاع الحزب بايه رأيك بقى ان الحزب مش طيقه ليه؟ الحقيقة اكتر من مقالة نزلت بخصوص الموضوع ده ابتدوا يكتشفوا ان اعضاء الحزب الديموقراطي مش عاوزين يظهروا مع جو بايدن ده اولا ثانيا ابتدوا يكتشفوا ان اعضاء الحزب بيبتعدوا عن الرئيس برغم حاجتهم الماسة لرئيس الجمهورية عشان يساعدهم في جمع التبرعات الا ان هم بيهربوا منه ليه بقى؟ هي الموقف ده له تفسير جو بايدن لما فاز بالانتخابات قبل ما يخش ببيت الابيض كانت خطاباته قليلة يعني خطاباته محدودة تمود ده بس ما كانش بيرجي كتير فحشان كده ما كانش بيصطأ واخطاءه ما كانش باينه لو كانت بالك الراجل ده من ساحب ما دخل ببيت الابيض وسلطته ونفوزه ذات هتلاقي ان الراجل ده ابتدى يخطب وياسترسل وهنا مشكلة الراجل ابتدى يسترسل هي دي اخطاء جو بايدن فبيقولك ان اعضاء الحزب الديموقراطي ابتدى يشوفوا ان الرئيس بيتكلم كتير وبيتكلم بأوقات اكبر فاخطاءه ابتدى تظهر واخطاءه سببت حرج لا اعضاء الحزب الديموقراطي اللي عاوزين يلموا تبرعات لان مين الناس اللي هتدفع تبرعات لحزب رئيسه بيخرف مع احترام يعني رئيسه بيخرف هتيجي تقولي على فكرة ما بيخرفش على حاجة والراجل زي فل بص هو اخر لقاء عمله المزيع بيقوله هي مراتك حتدعمك لو اترشحت في انتخابات القادمة لان جو بايدن في اللقاء ده قال له انا عاوز اترشح في انتخابات القادمة وهنازل وحهزم اي حد حتى ههزم دونالد ترامب فالمزيع بيقوله طب جيل بايدن هي مراتك حتدعمك في حاجة زي كده جو بايدن هنك ضرب فجأة كده مش عالي في تكلم وننتعرفش هو كان عوز يقول ايه او دماغو قيبت ايه زي محركة تشوف كده بصب بصب بايدن تعتمد بايدن كل الحاجات اللي انا بجيبها لحضراتك دي قاعد افتكر ان دا تنمر مني انا بعمش كده بس خلي بيالك احنا قدام اقوى رئيس في العالم ده الرئيس الامريكي ده حاكم اقوى دولة في العالم صح؟ فهو تحت المنزار والناس قاعد تترصد اخطاؤه قبالك بحيطة دي مش انا انا في الاول والاخر انا واحد بطلع في اليوتيوب انا بقولك الشعب الامريكي قاعد يبص على رئيسه عجوز عنده مشكلة في السن عنده مشكلة في التركيز عنده مشكلة في الكلام الكلام ده بيرع بالشعب يعني ايه رئيسي بيعمل كده ويعني ايه الرئيس ده اللي عنده كل المشاكل دي عاوز ترشح تاني تمصيل اصد فالحزب الديموقراطي عنده مشكلة مش بس كده مشاكل الحزب اصبحت اكبر كمان من جوبا ده ليه؟ تتكلم مشكلة الحدود انت عارف شهر جسطس الشرطة الامريكية عند الحدود مسكت خمستاشر واحد ليهم علاقة بالارهاب او مشتبه بيهم ان هم ارهابيين خلاص بيختاركوا الحدود الجنوبية الامريكية ايه رأيك بقى في شهر سبتمبر مسكوا عشرين تيجي تقول لي وين مشكلة عني ايه الرقم ده ايه عشرين وخمستاشر اللي انت جاي فرحان بيهم انا مش فرحان بس خلي بالك ده مؤشر على زيادة عدد الاشخاص اللي هم علاقة بالارهاب اللي بيحاولوا يختاركوا الحدود الجنوبية الامريكية ودول يا باشا اللي اتمسكوا طب اللي نتمسكش ده مؤشر اخطر ان ابتدى الارهابيين او منظمات الارهابية اللي عاوز تختارك العنق الامريكي بتدوا يجدوا صغرة في جنوب امريكي الحتة دي يقف عن ده انت يوميا بتشهد اختراق الحدود الامريكية ودي اخطاء من الحزب الديمقراطي يعني الرئيس اللي قبل كده دورن ترومب كان عاوز يعالج الموضوع ده كان عاوز يبني صور وقامت عليه اعتراضات وانت بتطيع فلوسنا وانت بتلمي الفلوس عفادي وكام ده كله بس حزب الديمقراطي لما جيه مراجيح مراجيح ناس راح جاية راح جاية ايه ده ايه ده فدي مشكلة مشكلة التانية انت عندك تضخم الامريكيان ما شافوهش من 40 سنة يا كماعة التضخم في عهد دونالد ترامب كان 1 وربع في المية نتكلم دلوقتي في عهد جو بايدن 8 و 2 من 10 في المية وايه ده مسك كده من مارس الماضي تضخم عمال يزيد بشكل مرعب من مارس ايه بقى مين المسؤول عن موضوع ده الرئيس منورة حزبه والتضخم ده مش جاي من فراغ ده جاي من سياسات خاطئة تجاه السعودية والشرق الاوسط جاي من سياسات خاطئة تجاه روسيا جاي من سياسات خاطئة تجاه الصين ده في حق غلق ما ينفعش حد يخطئ في كل ده في كل ده في افغانستان الرجل انزحب من افغانستان وعرض الجيش الامريكي في ضيح الكلام ده كله بخلي الشعب مش مبسوط طب مين اللي بيبيع نفسه بقى اللي بيبيع نفسه او بيطرح نفسه هو الحزب الجمهوري ليه حولا هو خارج السلطة وارجع تاني الكلام بيل كلينتون لما قال يا جماعة الحزب الجمهوري وهو خارج السلطة اي حاجة بيعملها جو بايدن او الحزب الديموقراطي الجمهوري بيطرح لك عكسها على طول يعني دعم الشواز حزب الجمهوري بيقولك لا بيحب الشواز هو احنا بنشجعش على الرينبو كراندو كل حرب روسيا و اوكرانيا الديموقراطيين ماشيين لآخر نفس على دعم اوكرانيا الجمهوريين يقولك لا نوقف المساعدات لاوكرانيا حرب تنتهي تبتدي مش مش مشكلتنا مش الناخب الامريكي هو اللي حيدفع تمن حرب روسيا و اوكرانيا حرب روسيا و اوكرانيا دي الناس كلها تدفع مش امريكا بس فالحزب الجمهوري قالك حيوقف الموضوع ده في بس نقطة نقطة مهمة جدا هجماعة في اخر السنة في ديسمبر الكونجرس بيناقش الميزانية الامريكية وبقالنا كم سنة كده الكونجرس كل شوية يشوف حجم الدين غير طبيعي طب الفلوس والمعدات العسكرية الادارة الامريكية بتشتريها من شركات السلاح الامريكية دي مشي الفلوس دي لما تيجي تتناقش في الميزانية بتاعة اخر السنة هتتناقش ازاي هتبقى نصيبة حجم مديونية غير طبيعي ايه ده ده قبل حرب روسيا و اوكرانيا كده الحكومة كزا مرة معرضة للأكفال انها تقفل الجمهوري والديموقراطيين ما كانوش بيتطفقوا غير في النهاية يرفعوا سقف الدين طب انت دلوقتي عمال تصرف 17.5 مليار دولار وهتحط حجم مديونية ايه بقى فحرب ما تحسمتش خد بالك حرب روسيا و اوكرانيا دي ما تحسمتش مش لما صرفت 17.5 نهاية الحرب لأ دي مستمر يعني مكر في الآخر لو الحزب الجمهوري قفل المساعدات الحرب دي تبقى كارسة على بساطة الامريكية 17.5 دول يطيروا في الهواء هتبقى نصيبة فهينا المشكلة فالجمهوريين عارضين نفسهم عكس الديمقراطيين تماما واللي بيزاعد على كده الرئيس الصادق دولان ترامب دولان ترامب بيعرض نفسه دلوقتي يقولك انا لو مكان جو بايدن او انا الرئيس الامريكي هعقد التفاية السلام مع بوتن هيعمل ايه هيعقد التفاية السلام زي ما حالك هتسمع كده بالصدق قالك ما ينفعش عادي دولة عندها اسلح نوية وشتم طبعا بس كان واضح جدا ثاني حاجة هو مين قال ان دولان ترامب ممكن يترشح في انتخابات القادمة في لقاء اتعمل السنة اللي فات اتمنى حاجبلك التصريح بتاعه حلو التصريح بتاعه دولان ترامب مزيعة تسأله تقول هل نأمل او يبقى عندنا امل ان دولان ترامب يترشح في انتخابات 20-20 دولان ترامب لا اه لازم يبقى عندك امل ما معناه ان هو ينزل انتخابات 20-20 زي ما حالك تسمعك الوزر فالراجل حيترشح طب ما ترشحش ليه لحد الوقتين دولان ترامب قاعد مستني الحزب الجمهوري يفوز او يكتسح الكونجرس الامريكي في انتخابات التجديد النصفي ويعلم ترشحه رسميا ليه كذا حاجة اول حاجة دولان ترامب عاوز يتأكد لما يترشح نوه يكسب واداء جو بايدن يعني مخلي الموضوع ده اسهل بكتير اسهل مكان دولان ترامب يتوقع لان اداة الرئيس الامريكي مخزي فمشجع دولان ترامب ان هو يترشح تاني حاجة هو عنده تحقيق جه من لجنة 6 يناير ايه لجنة 6 يناير الكونجرس الامريكي لما الديمقراطيين دخلوا الكونجرس وسيطروا على الاغلبية بتاعته شكلوا اللجنة اسمها لجنة التحقيق في احداث 6 يناير في احداث 6 يناير دونالد ترامب في اخر ايامه قبل ما يمشي يعني ظهرت نتائج الانتخابات الامريكية فانصار دونالد ترامب هجموا على مبنى الكونجرس واكتحموه ناس قعدت على مكتب نانسي بولوسي ناس ماتت جوه كان فيه ضرب نار كان هرجالة في هذا الوقت اللجنة دي كل مهمتها حاجة بسيطة دي تثبت الاحداث دي تمت بناء على طلب من دونالد ترامب او ضلوع من الرئيس الامريكي السابق في الاحداث دي هيا دي كل شغلان دي شوصينها حاجة تاني اثبتولنا بس ان دونالد ترامب لا علاقة بموضوع فقط وتبقى انتم مية مية واللجنة دي مكونة من سبع اعضاء معاهم اتنين من الحزب الجمهوري بيقراه دونالد ترامب كره العامة نائب اسمه بني تومبسون ونائبة اسمها ليز تشيني وليز تشيني دي دونالد ترامب تسببت في خسارتها في الانتخابات في حصة انتم منه في اللجنة دي اصدرت امر استدعاء للرئيس الامريكي دلوقتي قبل انتخابات تجديد النصف ييجي دلوقتي لان احنا لقينا ادلة وفي كلام طالع ان دونالد ترامب كان على تواصل مع الناس اللي هجمت عالكونجرس الامريكي فهيتود دلوقتي ويشهد قدام العالم كله ويتم التحقيق معاه وعلى فكرة ومبعتوله مذكرة استدعاء طب دونالد ترامب احتمال كيمير مايروحش لان على فكرة هو اتهم اللجنة دي اكتر من مرة انها مسياسة وان هم عاوزين يشوهوا صورته قبل انتخابات تجديد النصف في الكم دي كله طب مايروحش هل فيها خطورة فيها خطورة ليه لان مثلا ستيف بانم اللي هو مستشار دونالد ترامب الراجل ده اللجنة استدعيته ثلاث مرات او اربع مرات ما رحش يالي حصل قبض عليه طلعوله مذكرة اعتقال لمدة اربعة اشهر يص عشان ملحش طب دونالد ترامب لو ملحش ممكن يسجنوه لأ لازم يستدعوه اكتر من مرة طب دونالد ترامب مايروحش ليه طب مايروح ويخلص دونالد ترامب معتمد ان اللجنة دي هتقفل بعد انتخابات تجديد النصف لان الجمهورين هيخش ويسيطروا عالبرلمان فحيقفلوا اللجنة دي دا رهان دونالد ترامب عشان كيفش عزروه يص قال لك يا باشا اللجنة دي كده كده ماشية فانا مش حروح حصل او ده اللي بيدور في بماغ دونالد ترامب فده حاجة تاني حاجة والي حاجة المهمة يعني اللي معطلة دونالد ترامب ان فاكر حضرتك الشرطة الفيدرالية لما هاجمت على منتجع ماري ليجو اللي هو منتجع دونالد ترامب الكبير قوي وهاجمت على مكتبه وصدروا حداشر الف وثيقة كان دونالد ترامب وكدها معان بيطلب حداشر الف خير حداشر الف وثيقة قال لك الوثائق دي فيه منها top secret وفيه منها classified وفيه منها secret هل اسمها أصله هم ثلاث أصناف يعني مش هنا مشكلة المشكلة ان من ساعة ما تم مصادرة الوثائق دي وكل الناس عملا تقول ده لقوا وثائق نووية ملقوش وثائق نووية وانا جبت لحضرتك مقارة من جرات الجاردين البريطانية بتقول لك الحالة الوحيدة ان دونالد ترامب يروح في دهية ان الوثائق دي بقى فيها أسرار نوية ايا كان وطرع كلام ان الوثائق دي فيها أسرار عن ايمانويل مكرار رئيس فرنسي وعلاقاته النسائية فيها كلام عن أنجلا ميركل كلام كده بس النهاردة واشنطن بوست في مقالة حديثة جدا كشفت لك ايه اللي لقوه بالزبط او اخطر وثائق لقوها في الوثائق اللي تم مصادرتها من منتج عمار الليجو ده لو ايه قالك لقوه وثائق وثقتين على قناة يوم ما بتكلموش في عدد هم ما حد دوش العدد بس قالك اقل حاجة وثقتين وثيقة ليه علاقة بالبرنامج الصاروخي الايراني ليه علاقة بايه برنامج الصاروخي الايراني طب ايه مشكلة عادي قالك لقى ثاني واحدة ده أصل وثيقة دي جواها شرح بالتفصيل لبرنامج ايران الصاروخي تاني حاجة لقوه وثائق تخص الصين طبقا جماعة عادي وايه مشكلة يعني ما ايه وثائق سرية مش كصة يعني ثاني واحدة بس أصل وثائق دي بتشرح بالزبط معلومات في غاية السرية المعلومات دي لو الصينيين كانوا اطلعوا عليها أو الايرانيين كانوا اطلعوا عليها كانوا حيعرفوا مين اللي قال المعلومات دي مما يعرض عمليات الاستخباراتية داخل الصين وايران لخطر داهم لان دي وثائق الظاهر في حد بيشرح بناء على معلومات وصلته البرنامج بالزبط ووجهة نظره ايه والظاهر كده ان حد في ايران كبير فممكن يتجاب فقالت لك الوثائق دي لو كانت وقعت في ايد ايران أو الصين كانوا حيعرفوا مين اللي قال حيعرفوا مين الجواسيس حيعرفوا السياة ايه بتجمع معلوماتها ازاي وكانت حتبقى ضربة جبيرة جدا للاقم القومة الامريكية سواء في الصين سواء في ايران فعشان كده الوثائق دي ممكن تجيب دونالد ترامب في دهية أو تعرضوا لخسارة الانتخابات القادمة أو ممكن ماينزلش اصلا الانتخابات القادمة لان ممكن يتم اعتقامه دونالد ترامب مصر ان هو افرج عن سرية الوثائق دي في حين ان الكلام طالع ان لأ لان واشنطو بوست راحت لخبراء قالوا لها لا الوثائق دي ماينفعش تعديل والراجل حيجاب شكله كده حيتشن دول مع القليم دونالد ترامب ان هو يعلن ترشحه بس اللي هيشجعه هي سيطارة الجمهوريين على مجلس النوال اي حا دلوقتي مش بنتكلم هو الحزب الجمهوري هيكسب ولا هيخسر حبنتكلم على فضيح احنا بناءتساءل هما الديموقراطيين هيخسروا بقى دي هو ده السواء هو ده السواء لانما مش حتة الجمهوريين هيكسبوا ولا مش هيكسبوا لو ما هيكسبوا هيكسبوا بتقدم كبير بس ديموقراطيين هيخسروا بفضيحة ولا مش بفضيحة فانت ممكن تستشفى حاجة كتير جدا ممكن تشوف ان الجمهوريين او ما يخش مجلس النواب هيطلعوا عين بيت لابيط اي قرار طالع جديد حيوقفهوله حينهوا حرب روسيا واوكرانيا حيتكلموا في ميزينات كتير قوي هلي بقى لك برنامج جو بايدل لما اعفى ملايين الطلاب في امريكا من الكروض بتاعتهم المحكمة وقفت له ببرنامج راح الجمهوريين رفعوا قضايا عليه المحكمة وقفت الاعفاءات بتاعت مديونات الطلاب في امريكا ده من جيل ما يخشه مجلس النواب طب لما يخشه مجلس النواب تصدر ده ده وراجل طلع قرار شوف بقى مينه هيقفلك فيه مجلس النواب كله هيقف فيه في الاخر يا رب اكونش لاحة لحظة لك الموضوع بشكل مبسط يا رب انصر مصر يا رب انصر العرب ان شاء الله ربنا هنصرنا يا رب طح يا مصر سلام اشتركوا في القناة يا محروصة بسيف شاطر واسف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين